حمار لكل أسرة هذه ليست دعوة للتندر والضحك إنها فكرة كان يعتمد عليها أبناء بعض مناطق القبيطة واليوم يطمحون للتخلي عنها ولكن كيف؟ تساؤل تجيب عليه مبادرة لنسيان هذه الفكرة تماما بعد أن قرر أهالي هذه المناطق التخلي عن الحمير التي كانوا يقطعون عليها مسافات الطريق من وإلى السوق مبادرة طريقنا حياتنا تحت هذه الدعوة بادر أهالي منطقة العوين غربي مديرية القبيطة في محافظة لحج لشق طريق لهم بمبادرة مجتمعية وجهود ذاتية كبداية والتي أسميناها طريقنا حياتنا وإن شاء الله ستخفف من العب الثقيل الذي نتحمله نحن أبناء محلة العوين السكان البالغ تعدادهم نحو ألف نسمة يتطلعون باهتمام كبير لاستكمال هذا المشروع بعد أن تعبوا من طول المسافات وكلت أكتافهم من حمل مقتضياتهم المعيشية كما أن تحمل أعباء نفقة الحمير التي يستخدمونها للتسوق ونقل المستلزمات الحياتية ضاعف من معاناتهم سوف تربط بين محلة العوين والخط الرئيسي لضمران القبيطة مروراً بمحلة الدمنة التي نحن الآن على أراضيها هذا الخط سوف يقدم ما يقارب الألف النسمة هنا يباشر السكان العمل وفق الإمكانات المتح حيث يبذلون جهوداً كبيرة لشق الطريق بهدف ربط منطقتهم بالمناطق المجاورة عبر شبكة الطرق الرئيسية الأخرى وعلى الرغم من تنفيذ المشروع بأبسط الإمكانيات واستمرار العمل إلا أنه لا يزال بحاجة لمزيد من المساهمات التي من شأنها أن تعمل على استكمال المشروع ونجاحه ناجد كل من الحكومة والسلطة المحلية والسندوق الاجتماعي للتنمية والمنظمات المانحة والمجتمع المدني إلى اللفتة الكريمة لهذه القرية المحرومة من جميع الخدمات التعليمية والصحية والطرقات بالانتهاء من التخلص من هذه الصخور يكون المستفيدون نجح في تطويع هذه البيئة الوعرة أمامهم ووضع أول خطوات المشروع في مساره الصحيح حيث ستتحول الحياة في المنطقة معه إلى أكثر استقرارا بعد أن ظلوا محرومين من سبل العيش لعقود